اول انت فتحت كمان قصة المغرب وناحي كان قيل تصريحات من كم يوم كده في صاحبها الفرنسية وبعض الناس يعني انتقضوا جيبا بصراحة من الناس اللي هنا قلت الحاجات البصيرة في الكرة دي بتحصل وقلت كده النهاردة وقلت كده قبل كده الناس في المغرب بتحبينها جدا جماهير وشعب ولعيبة ومدربين ويقدروا المصريين جدا انا شفت ده من قريب انا كواحد بروح مثلا يومين ثلاثة وبعدي وارجع تاني بشوف ده من قريب تعيشت هناك واشتغلت هناك هاي الناس عندها مشاكل معنا لا خالص صح كده بالعكس احنا اكتر بلد الشعب المغربي بيحبها وانا سعيد بوجودي طبعا هناك وبعتبرهم بلدي التانية ازاي ما احنا بنقول لهم هنا مشرفونا في اي وقت وبلدهم هم بيحبونا حب غير عادي ما احترامي احنا اكتر من تونس واكتر من الجزائر واكتر من اي حد وهما شافوا احنا بنحبهم ازاي صح في الفرحة بتاعت كاس العالم رابع كاس العالم انا كنت موجود بقى يعني كنت موجود في بستيوم ولابس تشيرة المنتخب وهما كانوا بيتفرجوا على القناة كلها وبينزلوا لكل الاعلام يا ما كنا بنزل وجمهورنا كان في الشارع كن منتخب مصر هو اللي خذ رابع كاس العالم ففيه حب واحترام غير عادي كلنا ما بنروح المغرب مدهننا يا جماعة سولد وناحي تاني واحنا بنتكلم كده على فكرة وناحي من اكتر اللعيبة احتراما وادم اه واخلاق اخلاقيا عالي جدا وهو جاي بيتفرج على المبرحة عالم مصر بيقول يا رب طبعا طبعا يعني ده فيه بتقولي اناحي كمان لعيب مهزب جدا 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 واخلاقيا ومن عائلة محترمة جدا انا يعني يعني انا شفت المنتخب واللعيبة المنتخب وعائلاتهم هناك مع الملك والاحترام لا الموضوع هناك مختلف بصراحة مهدب جدا وناحي ولعيب كواسقوي من افضل اللعيبة بقى اللي بتعمل المرة التمانية دي اللي هي اللي احنا عايزينها صح اللي احنا عايزين هنا في مصر يبقى مثلا عندنا 13-14 واحد يعمله دي صح خلي بالك دي مهمة جدا لان هو نص الملعب هو عندك نص ملعب قوي انت دفعين قوي و هجمين قوي المتحدين الربعة 3-3 ديت هي روحها في الاثنين التمانيات ما هي دي اللي بتقلبها بقى بتقلبها كريم الاربعة واحد اربعة واحد صحيح فانت الاثنين التمانيتين دول لو بيعرفوا يهجموا و بيعرفوا يدفعوا و عندهم واحد صنع لعبه و واحد بيكمل عجون فبتفرق كتير جدا هي اللي بيفرق مع المنتخبات التانية ايه هي ديت ان نص الملعب دايما عنده زيادة العددية صح واي فريق ايه منتخب في العالم كوته في نص ملعب انت للاسف ما عندكش ديه ما عندكش ديه فبنحاول لان خلي بالك كل المنتخبات ليه مختلفة زي منتخب غيرنا انت بتقول ايه ده بيعرفوا بص فيه هدوء في الاستلام غير السوشيال ميديا و غير الديت لا خد بقى ان كل عدد المحترفين قديه عند دول كتير فبيروح هناك يا ما بيطلع في اوروبا هو صغير زي المغرب زي الجزائر عندهم عليهم محترفين كبير جدا 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 بيطلعهم صغرين ما بنمسكش فيها احنا هنا احنا هنا لازم نقلن الناحية المادية بشكل كبير جدا لان هناك هو ما بياخدش فبيسيبوه فبيطلع فبيعمله منتخب قوي صح بصراحة عازة اكلم مع احرارك في الموضوع ده تحديدا عشان ده موضوع عريض جدا ولازم ناخد فيه كلام كتير على فاكرة انه واتكلم معنا فيتوريا قبل كده في حوار قبل ما يسافر على طول وقال لك انه لا في مصر بعيش ملك وبياخد فلوس كتيرة جدا ومش بحتاج يطلع في أوروبا بالزبط بالزبط هي ده التموح يا صحيح